النهاردة بقى احنا عندنا 3 مباريات في منتهى الاهمية اولهم حيكون صدام قوي جدا ما بين انجلترا وايران مباراة حتكون حماسية الى حد كبير سواء في ارض الملعب او كمان في المدرجات صحيح ان معظم التوقعات بتقول انجلترا بطبيعة الحال وده لفرق الامكانيات والخدرات الفنية للعيبة انجلترا طبعا ما ننساش عندها نجوم واسماء لامعة جدا على رسوم الهداف المهاجم هاري كين ونجم المان سيتي فودن وغيرهم يعني من الطبيعي ان انجلترا تحقق المكسب لكن برضو في البعض مننا ممكن يقولك لا ما تنساش ان فيه دايما مساحة كافية لوجود اي مفاجآت غير متوقعة ووارد ان ايران تعملها النهاردة بشكل او باخر لكن التوقعات المشي اغلبها في سكة ان غالبا ايران هتلعب جيم دفاعي قوي مع مدربها كارلوس كيراش اللي بيجيد الحقيقة بشدة افساد الطرق الهجومية على المنتخبات العملاقة ووارد جدا انه يقدر يقفل من خلال اللعيبة بتوعه يقفل المباراة ويعتمد على انطلاقات مهاجمه الخطير جدا مهدي ترمي طبعا لعب بورتو البرتغالي اللي تقلق فيه دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي برضو هكيد هكون ماتش ليه خصوصية شديدة جدا طيب دي ماتش الماتش التاني هيكون يعني غالبا هو الاكثر متابعة بكل تأكيد واللي هياخد كل الاهتمام على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا وده الماتش اللي هيجمع ما بين هولندا والسنغال فيه يعني مباراة خارج التوقعات الى حد كبير حقيقة حتى لو كانت يعني الى حد ما كفت التواحين الهولندية هي الارجح لكن برضو نرجع ونقول اللقاء ممكن جدا يكون خارج التوقعات هولندا مع مدربها التاريخي اكيد هيعتمدوا على مباغتة السنغال من البداية وحيعتمد بالتأكيد على نجومه بقى من مانفس دي باي ونجم برشلونة واكيد فان دايك كمان كابتن ليفر بول وماتياس دي لخت نجم الباير ميونيخ في المقابل اكيد اليو سي سي مدرب السنغال عارف كويس جدا اهمية المواجهات اللي زي دي خصوصا لانه خاد كمان قبل كده اكتر من مواجهة كبيرة يعني السنغال خادت مواجهات كبيرة ومتعددة مع منتخبات عالمية في كأس العالم اللي فات والحقيقة برضو السنغال عنده كتيبة من النجوم المحترفة في اندية اوروبا المختلفة حتى لو كان طبعا فيه غياب اكيد هيكون مؤثر الى حد كبير لساديو مانيه لكن يقدر برضو انه يعني يستغل اسماعيل اصار لعب واتفورد وادريسا جابي لعب ايفرتون وبرضو ديالو لعب باريس سان جرماني يعني برضو عنده عنده الى حد ما وطبعا المدفع الكبير كوليبالي لعب تشلسي والحارس ادورد مندي حارس تشلسي يعني عنده من العناصر ما يكفي ان هو يقدر يجاري منتخب التواحيل الهولندية في المباراة ويقدر كمان يشكل عليهم خطورة يعني كرة القدمة الافريقية برضو لما منلاقي منتخب زي السنغال بيلعب ماتش قوي مع ند وخصم قوي زي هولندا لا بنشوف برضو ندية الى حد كبير وده الى حد بعيد متوقع جدا في هذا اللقاء اللي حكيث حيكون محطة انظار كتير جدا مش بس من مشجعي المنتخبين لا من محبي كرة القدم الناس اللي عايزة تنظف عينيها بمتابعة ماتشات قوية من العيار التقيل دي مباراة من العيار التقيل طبعا اتوقع ان كتير جدا من حضراتكم حيتبعوها كمان مواجهة هولندا مع السنغال هتكون تحت انظار منتخب الاكوادور بطبيعة الحال لانه اكيد عايز او حيستفيد من نتيجة التعادل بين السنائي لو حصلت او برضو في حالة خسارة السنغال مثلا هتكون الاكوادور عندها فرصة ان هي تحقق نتيجة ايجابية مع السنغال وتحسم تأهلها الحكاية مليانة حساباتي حضرات دي المباراة التانية طيب المباراة الاخيرة النهاردة هتجمع بين الولايات المتحدة وويلز الى حد بعيد نقدر نقول ان هما الاتنين عندهم نفس الحصوص يعني مباراة هتكون متكافأة بشكل كبير واكيد طبعا النجم جارة بيل حيخطف الاضواء مع منتخب بلاد وويلز عموما قديرا هنستنى وحنتابع وحنشوف ايه اللي هيحصل النهاردة في تاني ايام المونديال اللي هي ابتدى بداية الى حد ما صاخبة نتيجة الاحداث حتى اللي سبقت انطلاق فعاليات حفل الافتتاح وتكاهنات البعض من فكرة استضام الثقافات اللي وارد انه يحصل مع وجود يعني جنسيات العالم بالكامل موجودين في الدوحة وفي دورة قطر الشقيقة خلال هذا المونديال الحقيقة يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدر نقول انه مبدئيا في شوية اشارات وارغاصات وبوادر بتقول ان احنا بصدد نسخة مختلفة من المونديال في قطر 2022 نتنواشتين